اشتركوا في القناة وذلك ليصلكم كل جديد في عام 1894 اقترح احد معلمي المدرسة الثانوية على احد طلابه بان يغادر الصف لانه لم يكن سعيدا بادائه هذا الطالب قبل النصيحة ولم يعود مرة اخرى وفي وقت لاحق حاول التقدم الى جامعة المرموقة لكنه فشل في امتحان القبول وفي وقت لاحق من حياته عندما حاول الحصول على وظيفة حلمه كاستاذ لم توافق اي جامعة على توظيفه اضطر للاكتفاء بوظيفة بسيطة كموظف كاتب في ابتبراءة الاختراع لم نذكر التريق اسم المعلم الذي طرده او اسم الجامعات التي رفضت توظيفه هذا الطالب احدث ثورة في عالم الفيزياء وتمكن ايضا من انتميير طريقة تفكيرنا ونظرتنا الى الكون في العام 1999 اختارت مجل التايمز تسميته كرجل القرن اليوم اسمه مرادف العبقرية اتحدث عن العالم المشهور البرت اينشتاين لقد بدأت هذه الثورة في الفيزياء بتجربة فكرية بسيطة ابتكرها في خياله الخصب قبل حتى تخرجه من المدرسة السانوية ما هي هذه التجربة الفكرية البسيطة وكيف ادت الى اكبر ثورة في الفيزياء منذ العالم الميوتن هذا ما سنتناوله في هذا الفيديو والذي هو بعنوان نظرية النسبية الخاصة لالبرت اينشتاين لفهم كيف كانت نظرية النسبية الخاصة لالبرت اينشتاين الثورية في وقتها فمن المفيد النظر الى ما كان عليه الفهم السائد للفيزياء قبل اينشتاين في عام 1801 اجرى توماس يانج تجربة بسيطة لفتحة مزدوجة اظهرت ان الضوء يتصرف كموجة لذلك كانت النظرية السائدة حول الضوء في ذلك الوقت انه موجة المشكلة هنا تكمن في ان الموجة يجب ان تتحرك خلال وسط الماء شيء ما يجب ان يكون هناك تنتشر عبره الموجة على غيران انتشار موجة ماء في البحر ومع ذلك كان الضوء يعرى بانه يسافر عبر الفضاء الخارجي لاننا نستطيع رؤية النجوم البعيدة لذلك اعتقد العلماء ان الطريقة الوحيدة التي يمكن لموجات الضوء السفر بها عبر الفضاء هي من خلال افتراض وسط مادي يعم المكان والكون باشمله واطلقوا على هذا الوسط الافتراضي بكلمة الاثير وكانت فكرة الاثير دارجة حتى القرن التاسع عشر في نهاية ذلك القرن وبالتحديد عام 1887 ابتكر العالمان البرت مايكلسون واذورد مورلي فكرة لاغتبار الظوء للاثير كان يعتقد ان الاثير ثابت وساكل وان بسبب حركة الارض فانه لابد من يؤثر على سرعة الجسيمات او الموجات اذا كانت هناك موجة تسافر في نفس اتجاه الارض فان سرعة الموجة يجب ان تكون اعلى في اتجاه حركة الارض هذا يشبه تماما لحركة قارب بسرعة اكبر اذا كان يتحرك مع طيع الماء بدل من التحرك في اتجاه ضده لاختبار هذه الفرضية صمم مايكلسون ومورلي جهازا يقسم شعاعا ضوئيا ويعكسه على مرايا بحيث يتحرك في اتجاهات مختلفة واصل في النهاية الى نفس الهدف كانت الفكرة هي انه اذا سار صععان من ضوء على نفس المسافة عبر مسافات مختلفة خلال الاثير فانهم يجب ان يتحركان بسرعات مختلفة وبالتالي عندما يصلان الى الشاشة النهائية فان تلك الامواج ستكون عين متزامنة بشكل طفيف مع بعضها وبعض مما يتشكل عنها نمط تداخلي على الهدف المفاجئة كانت في النتاج التي اظهرت انه لا يوجد فرق في سرعة الضوب بين القياسين بغض النظر عن المسار الذي يفذه الشعاع يبدو ان الضوء يتحرك بنفس السرعة ان هذا وضع نظرية الاثير تحت التهديد على الاقل بالنسبة للضوء لم يستطع احد تفسير هذا او تقديم نظرية بديلك شرحي واطلق على تجربة مايكلسون ومورلي بانها اكبر تجربة فاشلة على مر العصور هنا جاء دور البرت اينشتاين كان مصطلح النسبية قد برد قبل اينشتاين لكن كان ينظر لمصطلح النسبية بطريقة مختلفة المصطلح نشأ مع جاليليو ونيوتين لذا على سبيل المثال اذا كنت تسير على قطار متحورك وشف ثابت على الارض يراقبك ستكون سرعتك النسبية بالنسبة لهذا المرافب هي مجموعة سرعة القطار وسرعة سيرك هذا يبدو منطقيا ولكن هناك شيئا ما خاطئا في هذا التفصيل الكلاسيكي بالنسبة للنسبية عندما يتعلق الامر ضده قبل اينشتاين وبالتحنيد عام 1873 كان العالم جيمس ماكسويل قد ابترح ان الضوء هو موجه كهما عدسية وقد حسب سرعتها وكانت تساوي 300 كيلو متر في الثانية وكان البرت اينشتاين على علم بهذا وقام في تصور تجربة فكرية وفي العام السادس عشر من عمره تخيل نفسه انه يطارد شعاعا من الضوء وكان يسير بسرعة الضوء فماذا سيرى؟ كتب في ذلك الوقت في ملاحظاته انه اذا نجح اينشتاين الصغير في اللحاق بالشعاع فانني يجب ان ارى هذا الشعاع على انه مجال كهر ونطيسي في حال السكون على الرغم من الاهتزاز المكاني للشعاع وبعبارة اخرى كان اينشتاين يعتقد انه يجب ان يرى موجه ضده ثابت ولكن كان ذلك مستحيلا كان البرت يعلم ان هذه المجالات الكهروماناتيسية الثابتة تنتهك معادلات الكهروماناتيسية التي وضعها جيمس ماكسويل قبل عشرين عاما وان اي تموجات في المجال الكهروماناتيسي يجب ان تتحرك بسرعة الضوء ولا يمكن ان تبقى ثابتة ولا استثناءات في ذلك علاوة على ذلك استدل ايريشتاين بانه إذا كان شخصا مسافر في قطار غير متسارع اي انه يتحرك بسرعة منتظمة قريبة من سرعة الضوء فلن يكون هناك طريقة لهذا الشخص لمعرفة مدى سرعته اذا لم يكن هناك نوافدا للقطار هذا كان الرأي الكلاسيكي للنسبية لماذا يجب ان تكون قوانين الفيزياء مختلفة للشخص الذي يسافر بسرعة ثابتة مقارنة بشخص ثابت بدأ هذا التساؤل غير قابل التصديق بالنسبة لايشتاين لذا قام بوضع افتراضين وحاول معرفة كيف ستكون الفيزياء اذا كان الافتراضين صحيحين اما بالنسبة للافتراض الاول والذي ينص على ان قوانين الفيزيائية نفسها لجميع محاور الاسناد كان ذلك جزء من النظرية الكلاسيكية للنسبية التي قام بتأسيسها غاليليو اما عن الافتراض الثاني هو ان سرعة الضوء في الفراء ثابتة بالنسبة لجميع محاور الاسناد اي ان سرعة الضوء ثابتة ولن تتغير سواء من قام بالقياس مراقب ثابت او مراقبا متحرك من الملاحظ ان الافتراض الاول كان مخبولا وقد افترضه العلماء من دمائات السنين اما الافتراض الثاني فكان يحمل في طياته ثورة فيزيائية هذا يعني ان البت الصغير لن يرى ابدا المجالات الساكنة لانه لن يستطيع ابدا اللحاق بشع عدو هذه كانت الطريقة الوحيدة التي رآها اينشتاين لتتوافق النظرية النسبية مع معادلات ماكسويل لكن لهذا الحل كانت هناك مشكلة كبيرة وشرح اينشتاين لاحقا هذه المشكلة بتجب فكرية اخرى تخيل اطلاق شعاع ضوئي على جانب سكة حنيد ليمر قطار بجانبه بسرعة تصل الى 2000 كم في الثانية وفي نفس اتجاه شعاع الضو سيقيس شخص يقف على رصيف سرعة شعاع الضو بمقدار القيمة القياسية المعروفة وهي 300 ألف كم في الثانية اما لشخص ما في القطار سيقيس سرعة الشعاع الضوئي بمقدار اقل ب2000 كم في الثانية اي انه سيبيس سرعة الشعاع الضوئي بمقدار 298 ألف كم في الثاني اذا كان سرعة الضوء غير ثابتة فان معادلات ماكسول يجب ان تظهر بشكل مختلف داخل عربة القطار وهذا سوف ينتهك فرضيته الاولى التي تفترض ان قوانين الفيزياء يجب ان تكون نفسها لجميع محاور الاسناد هذا التنقض الظاهر جعل اينشتاين يفكر لعام تقريبا ولكن في صباح احد الايام من شهر مايو عام 1905 بينما كان يسير مع صديقه المقرب ميشيل بيسو مهندس يعرفه منذ ايام المدرسة وكان يتحمد الثان عن هذا اللوز وفجأة رأى ألبرت الحل حيث عمل على ذلك طوال الليل وعندما التقيا في الصباح التالي قال اينشتاين لبيسو شكرا لقد حليت هذه المشكلة الحل لتجربته الفكرية يقمن في ان الشخص الذي يسافر في القطار يجب ان يقيس الزمن بشكل مختلف عن الشخص على البصير وهذا يجعل صورة شعو عبدو ثابتة بالنسبة للمراقبين الساكن والمتحرك لان المتحرك في القطار يقيس الزمن بشكل اكبر من الشخص الساكن وهذه ظاهرة من نتائج النظرية النسبية والتي تعرف بظاهرة التخير الزمني هذه كانت لحظة الثورة قلبت تماما مئات السنين من الفيزيال الكلاسيكية التي وضعها جاليليو ونيوتين حيث كان الزمن ثابتا ومطلقا في الكون اظهر اينشتاين ان الزمن نسبيا ويختلف في محاور اسناد المختلفة لا يوجد محور اسناد المطلق وهنا اقصد وسط الاثير المفتلط وبالتالي لم يعد هناك حاجة لوجود فكرة الاثير وتوالت النتائج المترتبة على النظرية النسبية الخاصة ان الاسام التي تتحرك بسرعات قريبة من سورة الضوء يقل طولها وتعرف هذه الزائرة بظاهرة الانكماش الطولي كما ان الاسام التي تتحرك بسرعات كبيرة تمتلك كتلة اعلى من كتلتها في حالة السكون واخيرا وضع اينشتاين مبدأ تكافؤ الكتلة والطاقة وهو من نتاج النظرية النسبية الخاصة وهذه المعادلة الشعيرة التي تعرف ب ان الطاقة تساوي الكتلة في مربع السرعة وهي المعادلة الاكثر شهرة في الفيزياء والتي تعني ان الكتلة والطاقة متكافئتان وفي النهاية تجدر الاشارة الان الكثير من العلماء قد سبقوا اينشتاين في وضع الاسس الرياضية لمفاهيم افكار اينشتاين مثل العالم لورنس وبونكري وان ثورة اينشتاين كانت مبنية على اكتاف علماء عظماء اخرين الا ان اينشتاين قد حصل على التألق والشهرة والمجد مقارة بالاخرين وهو فعلا يستحف ذلك لانه اخذ الاشياء المبعثرة والالغاز المشتتة وجمع في اطار نظري جديد فهو رفض فكرة الاثير وهو شيء لم يفعله العلماء من قبله واعلن بجراءة فهما جديدا اساسيا للزمان والمكان ومفهوما جديدا لتكافؤ الكدية والطاقة لم يكن العلماء الذين قاموا باعمال سابقة مثل توماس ولامور ولورنس وبونكري قد المحوا الى مثل هذا الابتراح الجري وكما هو الحال في الحياة يميل التاريخ الى الاشخاص الاكثر جراءة نراكم في الفيديو القادم وحتى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة